هنكمل بقى اللي بدأناه في الحلقات السابقة زيك يا يوسف صباح الفل صباح الفل الأخوار مستر يوسف يا جماعة معينا النهاردة يا أولاد علشان نكمل الكورس اللي بدأناه بتاع التكنولوجيا عموما بقى ها هنعمل ايه بقى النهاردة طيب أنا سريعا بس كده هاخد معلومتين من اللي أخدناها في الفترة اللي فاتت أن البرمجة قلناها هي اللغة اللي أقدر أتواصل بيها مع الكمبيوتر علشان أقدر أعمل أمر معين الكمبيوتر ده بينفذ مجموعة من الأوامر أنا عاوز بقى أبدأ أتواصل معها عشان ينفذ الأوامر دي خلاص قلنا أن أنا عندي لغات برمجة كتيرة جدا تمام من ضمنها لغة سهلة أقدر أتعلم بيها مع الأولاد عشان نفهم أوامر البرمجة ونتأسس فيها صح من ضمنها لغة اسمها سكراتش خلاص هنبدأ النهاردة إن شاء الله في أول مفهوم من مفاهيم البرمجة وهي السيقونس البرمجة عندي يا شباب ببساطة أو الكمبيوتر عموما هو هينفذ اللي أنا قلته أي أن كان اللي أنا قلته ده عبارة عن إيه بالظبط يعني مثلا يا ماما سلمة أنا وقف هنا مثلا وهعمل روبط الروبط ده هقوله تحرك لحد ما توصل لماما سلمة هل مثلا هيفوت ولا هيبدأ البيزيك بتاعه أنه يتحرك خطوة بخطوة هيتحرك خطوة بخطوة مثلا لو فيه نار مثلا موجودة في النص هيقع في النار آه هو كده كده يتحرك مالوش دعوة فهو يمشي خطوة بخطوة فده ده بالظبط البرمجة النهاية الحاجة اللي انت هتبرمج بيها الكمبيوتر هو هيعملها بالظبط هشيشغل عقله ولا هعمل أي حاجة من دي ما عندوش عقل انت اللي انبرمجه بالظبط فاللي هو ينفذه ده صح صح غلط هو يعمله بنفس الترتيب يعني مثلا أنا عندي طريق هنا وطريق كده وطريق كده ممكن أنت تخليه يعمل ده هل هو هشغل دماغه وياخد الطريق الأقصر لا هو اللي انت عملته بالظبط بنفس الترتيب خلاص طيب أنا عندي ببساطة الأوامر دي قلتها قبل كده اسمها الانستراكشنز الانستراكشنز دي بالتان بشكل سيكونز خطوة بخطوة ستب باي ستب بنفس الشكل اللي انت عملته نعم عندنا مجموعة من السلايدز اللي احنا حابين نبدأ نعرضها علشان نشوف الموضوع ده خلاص أول حاجة مثلا نخش على بعد كده وهي فكرة أول حاجة بنبدأ بيها مشروعنا يا شباب هو أن أنا أبدأ أعمل ديزاين للعبة يعني إيه ديزاين للعبة برنامج زي فيسبوك مثلا يا واسلمة أنا عندي بقى بلاقي المنشور بتاعي وتحته البوست التاني وتحته البوست التالت وزروا اللايك والكومنت والفادي الحاجات دي تصممت إزاي وهل هي إجباري ولا أنا بصمم على هواي برحتي الألوان اللي أنا حاببها الأشكال اللي أنا حاببها بزبط فأنا أول حاجة عاوز أضيفي الأشكال اللي هتكون في اللعبة بتاعتي قلنا مثلا أنا عندي حاجة اسمها سبرايت وعرفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي نضيفها فممكن أضيف مثلا شكل بنت شكل ولد أبل أي إن كان الشكل بتاعي يعني دي السبرايت هو الشكل اللي أنا شخص اللي أنا عايزة تبقى موجودة في اللعبة اللي موجودة في اللعبة بتاعتي خلاص بنختارها من طريق حاجة اسمها سبرايت يبقى سبرايت ده هو الشكل اللي أنا بتعامل معاه أو بقدر أبرمجه خلاص أقدر أغير في لونه أقدر أغير أحركه أقدر أعمل أي حاجة أقدر أعملها يوزف الأشكال دي بتبقى قرية دي موجودة على البرنامج بتاع سكراتش واحنا بنختار منها ولا احنا اللي حلوة جدا أنا عندي ثلاث حاجات هنتعرف عليهم في ثلاث حلقات أول حاجة إن أنا اختاري الأشكال جاهزة ودي اللي موجودة يعني دي موجودة أصلا على البرنامج سكراتش أصلا أي حد هيفتح بالنسبة سكراتش على الأشكال دي حلو ده حاجة تانية إن أنا ممكن نرسم الشكل اللي أنا حابه طبعا عندنا ناس ما شاء الله في الرسم طاح فجر آآ آآ معناها فنانين النهار الحاجات الثالثة ودي إن شاء الله اللي هتكون المرة الجاية إن أنا أعمل لنا يعني في صورة جاهزة أعاوز أرفعها فده اللي هنبدأ نبرمج فعندي الثلاث حاجات طيب أنا اخترت الشاك عاوزة بقى أختار الباك جراوند بتاعتي شوف بعد كده برضو عندي حاجة اسمها الباك جراوند ودي بنبدأ إن إحنا نختار الباك جراوند بتاعتنا برضو بنفس الشكل اللي إحنا عاوزين هنا حاجة مهمة جدا إن أنا لازم أكون زكي بمعنى الباك جراوند تكون متعلقة بالحاجة اللي أنا بعملها آآ وأنا بعمل لها بالكورة صح سينفح أختار الباك جراوند بحر؟ آآ لا أنا تكون متعلقة بيها خلاص بس فأنا بختار الباك جراوند بتاعتي لو أنا كده اخترت الـ واختارت الباك جراوند الخطوة الجاية أبرمج بقى فإحنا هنبدأ النهاردة نبرمج أول حاجة عندنا برضو ندخل على بعد كده عشان أنا جل اللي أنا هعمله النهاردة إن أنا هتجيب كات وهخليها تعمل مجموعة من الأوامر مجموعة من الأوامر طيب الأوامر دي أول أمر خالص أنا عاوز أعرف الكمبيوتر حاجة إن أنا أقول له مثلا يا كمبيوتر أنا عاوز أول ما أبدأ اللعبة حاجة تحصل أنا أبدأ اللعبة في سكريتش من خلال عالم أخضر عالم أخضر لو شكله عند إيه موجود قدامنا على شاشة دلوقتي بالضبط كده الكمبيوتر قلنا هو هيعمل اللي أنا قلته بالضبط فأنا عاوز أقول له يا كمبيوتر لما أضغط على العالم الأخضر هيحصل شوية حاجات إيه بقى؟ لما أضغط على العالم الأخضر هيحصل شوية حاجات إيه بقى شوية الحاجات؟ أول حاجة أنا أعاوز أتحرك 20 خطوة عملت موفتانة في الأول وبعد كده موفتانة مرة كمان عشان أعرفكم إن الخطوات بتتنفس خطوة بخطوة فأنا عندي تلات خطوات هيمشي عليهم step by step أوكي تمام؟ آه فهم ده كده الجزء الأول أخش برضه على part two أخش على بعد كده وهو برضه أن أنا عاوز مثلا بعد ما ييمشي خطوتين الله هيقول لي ماللومهما سلمة هاي ماللومهما سلمة four two seconds أنا مبرمجه أن يقول ماللومهما سلمة ممكن أقول مثلا هاي أي اسم تاني آه أنا هكتب اللي أنا حابه طب أنا مبرمجه أنه هو يقول four two seconds بس أنا ممكن أعمله five seconds أو أي أن كان أنا عاوز على حسب أنا مبرمجه على إيه أنا صاحب الليلة أوكي أعملها زي ما أنا عادي طيب بعد ما يقولها هاي ماللومهما سلمة يمشي إيه برضه عشرين خطوة بنفس الطريقة اللي قلناها عشر خطوات وبعدين عشر خطوات بالزبط كده أوكي خش على بعد كده تمام ها birth three اللي بعد آه قال إيه بيقول لي هاي بنتخ أو هلوه بنتخ برضه four two seconds قلبي آه قلبي تمام برضه نفس القصة طيب لابن يمشي بالزبط زي الخطوات تمام بعد كده يمشي برضه مفتنة steps مفتنة steps خش على birth four برضه أمر ثالث وهو أننا عاوزوا يبدأ يتحرك يعني هو كان ماشي كده عاوزوا يلف شوية مثلا خمستاشر درجة كده فهتلقوني برضه الأمر اللي بعد كده ندخل على بعد كده تمام وهو يبدأ turn turn 15 ديجريش آه يلف شوية 15 درجة آه وبعدين يمشي خمستاشر طيب أنا جيت أخليه يلف يا شوية وفيه هناك دور مثلا أو حاجة هيتقيمشي برضه هيحاول يلف فلاقي البرنامج بيبوز فلو روبوت هيكسر آه هو ما يعرفش هم يفهمش هو هينفذ اللي أنا قلته آه تمام بس مستقبلا عشان لو حد بيتابعنا في البرمجة أو كده مستقبلا البرامج اللي أنا هبرمجها هتعامل معها بعد كده لو فيه غلط زي ده هيقولك خد بالك فيه غلط أنا مش هقدر أشتغل دلوقتي لكن إحنا البرنامج اللي بنتعامل معه بسيط فهيعمل هينفذ اللي أنا قلته لسه البداية تمام موفي تاني ستابسي موفي تاني ستابسي برضه نفس الحكاية تمام هدخل على آخر حاجة خالص وهو إن أنا عاوز أخرج مثلا صوت تمام فأنا هخليه يمشي 20 خطوة هاي ماما سالمة 20 خطوة هاي بنتخ 20 خطوة وبعد كده يقول مثلا الصوت ده مثلا أي صوت أي صوت بقا أيا كده فبرضو الأمر اللي بعده عشان أعرف بالزبط إزاي أقدر أخليه يبرمج بلاي ساوند يعني شغل الساوند اللي اسمه باب ماشي لحد ما أنا أقول لك خلاص تمام أو لحد ما الصوت ده يخلص تمام هل لازم التراك ده أي تراك أنا عاوزه هل ينفع أضيف تراك جديد ينفع أعطيك تراك جديد وده اللي هنعمله المرة الجاية هنعمل أغنية هنعمل أغنية خليه غني عملكم عملكم فجأة المرة الجاية بإذن الله خلاص بس كده نخش بقى نشوف خدنا خطوة خطوة صح تعالوا نشوف كده الكود كله عامل إزاي نروح لبعد كده آه نوضع كله على بعض آه ده شكله آه تمام خطوة خطوة مشينا مع بعض قد نعمل حاجة كبيرة كده يعني كل حاجة بيعملها احنا لازم ندي بيها أورد نعمل الأوردر عشان هو يقدر يعمل ينفذ قدامنا ينفذ قدام خلاص كده فلمنا يعني إن الكمبيوتر بياخد مجموعة من الأوردرز وينفذها زي ما هي ستيب باي ستيب بشكل سيكوانز آخر حاجة أشوف بس فيديو الفيديو ده بيوضح لي بالزبط اللعبة زي بتشتغل نشوف بقى المشروع اللي احنا عملنا ده فعلا بيعمل إيه آه نشوفه آه ياريه خلاص ده وانا ببدأ أشغل المشروع فتحت برنامج سكراتش يا شباب وبعدين معي الكات بتاعتي هشيلها وأبدأ أطيف سبرايت جديدة بالشكل ده هنزل عشان أجيب شكل الكات اللي أنا عاوزها فيجيب كات بالطير ليه دي اخترت دي تمام بعدين وقفتها في المكان اللي أنا عاوزه أنا صاحب الليلة بعدين أضيف باك جراون مش عارف أنا أضيفت باك جراون صراحة مش فاكر بس خلنا نشوف آه مثلا إيه نقولنا لازم يكون مضوافق مع اللي احنا بنعمل بما أن اللعبة بالطير آه بيطير في الفضاء طمعك بيطير في الفضاء بعدين أول خطوة قلنا خلاص إنها تبدأ نعمل 10 خطوات أنا عاوز بس كل يركز أنا بيجيب منين وينج كليك دي من حاجة اسمها إفنت من كاتوجرس موجودة داخل حاجة اسمها إفنت بعدين روحت الموشن الموشن لو الحركة تمام بعد كده هنروح أختار من لوكس حاجة اسمها سي واكتب بقى جوه اللي أنا عاوزه هنا بدأت أكتب هاي ماما سالمة بعد كده كتبت ماما سالمة آه أنت بتكتب آه 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 خلاص ماما سالمة ماشي ستها تو زي ما هي ممكن أعدي لفيها براحتي بعدين موفتن ستابس موفتن ستابس وبعدين الحركة بتبقى من حاجة اسمها موشن موشن بزبط واللوكس دي من حاجة آه بزبط عشان أبدأ إن أنا أكتب برضو مثلا اللي هو بانتخ بانتخ مش عارفة أنا كتبت إسمك صح يا بانتخ ألا بس أنا حاولت موفتن ستابس موفتن ستابس موفتن ستابس وبعدين هاجيب بقى الترن اللي أنا قلتلكو عليه هروح موشن أنت حضرت ما شاء الله بروغرامر كويس جدا فأنت قلت أي حاجة ليه علاقة بالحركة موجودة في موشن آه فنفسه فعلا بروغرامر هايلة انت مش عارفة من أيام عملت ألعاب وحاولة وبعدين هروح بقى أجيب الساوند بصوا كده جدت الساوند منين من عندي موشن أو عندي الكاتوبير اسمها ساوند اخترت بلاي ساوند وبعد كده اختار بوب أو أي حاجة تانية بعد كده هنعرف إزاي نضيف التراكس المرات الجاية حلو جدا بس هنبدأ بقى نشوف اللعبة ضغطة على العالم الأخضر هيقولها هاي ماما سالمة هاي بانتخ بعدين وبيتحرك بس أرجع تانية أوريها لكم بشكل أوضح هاي ماما سالمة هو بيعيد نفس حاجات طول ما هو شغاله مدالة أنا عملته آآ آآ يعني هو بيعيدها لا مش بيعيدها بعملها مرة واحدة بس آآ مرة واحدة ليه بقى هو أنا برمجته يعيد لأ بس هو بيعمل نفس اللي أنا بعمله بالظبط أوكي حلو قوي احنا مرة الجاة بقى نخليه يعيده إن شاء الله ونخليه يعملنا حاجات حلوة بإذننا تحفة خلاص خلصنا حاجة على بعضها يعني مبسوط أن احنا طلمنا حاجة خلاص اعتبر ده قصك بقى ويسلموه على أهلا لا أصل إحنا فعلاً كده بدعنا بشكل عملي يصحبنا في البيت يقدروا يعملوا بالظبط إن شاء الله ممكن نتفق على حاجة يا ماسا الماسا احنا عندنا الكومنتات بتاعت البوست بتاعتها ممكن آآ يعني أصدقاءنا الحلوين يكتبوا الكوت ده أو يعملوا مشروع صغير ويصوروه ينزلوه في الكومنت وأنا تابعها بنفسك هنعمل بوست مخصوص للعمل الضبط هنعمل بوست مخصوص لده شكراً جداً يا يوسف جد والله استفادنا منك كتير النهاردة ماسا يوسف ايه يا ولاد اتبسطوا النهاردة اه مفهمتوا حاجة اه وهتجربوا اللي قالوا عليه يا ماسا يوسف طبعاً وانت يا بندخي هتجرب ايوه اكيد طبعا يا ماسا الما ان شاء الله انت حتقول هالله بندخ لا اقول هالله يوسف اه ايوه صح يا رب كمان صحابنا اللي في البيت يكونوا استفادوا اتبسطوا وعينا النهاردة بتنسوش سؤال الحلقة بيتحط بكرة يوم السبت ساعة 12 وبيقعد نمدة ساعة بس عشان صاحبنا العزيم يحضروا معينا ان شاء الله حلقات بعد كده وانشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة جاية ساعة 11 الصبح السلام يا رب السور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة